تم اختيال أيضاً خبير عراقي عبد الرحمن الرسول أستاذ عبد الرحمن الرسول كان خبير مهندس مدني هو مسؤول عن تنفيذ مشروع تموز وكان يتفاوض أيضاً مع الجامل الفرنسي على مراحل التنفيذ وأستاذ عبد الرحمن الرسول معروف كان عندنا بدارة المشاريع من الخبراء وكان أيضاً من سافر بوفود لغرض مشروع المحطة النووية أيضاً يترأس الوفود بالإضافة إلى مدير المشروع الدكتور سامن العرج فكنا نعرفه معرفة جيدة إنسان طيب وأخلاقه راقية أنا أريد تتحدث لي عن ما تحدثت بوسائل الإعلام ما ترشحها من معلومات من الذي اختاله كيف جرت عملية الاختيال نعم يعني الحقيقة كان لماذا استهداف العلماء العراقيين في تلك الفترة كانت التهم الموجهة إلى إسرائيل هي المستفيدة من هذا هذا تحدثت بي وسائلها نعم صحيح ولكن ليش يعني لأنه ما يريدون ما يريدون العراق يتقدم ما يريدون العراق يتطور ما يريدون العراق يمتلك ناصية العلم والتكنولوجيا خاصة في المجال النووي هي هو مفاعل للأغراض السلمية بس لكن ما يريدون الكائد العراقي يتعرف على تفاصيل الصناعة النووية والتجارب والبحوث العلمية في هذا المجال حتى لا يصير عنده قدرات نووية أخرى زين يعني هذا كل اللي تعرفه أجمعت أنه كانوا يعني داسي لبعض السموم في الأكيل أو في معجون الأسنان بحيث جسمه تورم بعدين ضل حوالي شهر وبعدين توفى بعد شهر يمكن توفى أو عشرين يوم نفس القضية مع الدكتور سلمان اللامي اللي قبل كم سنة توفى في سويسرا أيضا جينيف جينيف نعم أيضا نفس الطريق نفس السيناريو نفس السيناريو تقريبا نعم